تعالوا نشوف المعنى ده في مشهد اخر اعجب يعني المتحدث في لهجته كما لو كان من اشقائنا الكرام في الامارات ولا في السعودية ولا في الكويت ولا قطر ولا اي مكان البحرين لهجة الشخص اللي بيتكلم لكن انا احترم فيه انه نظر الى بائع بيبيع البلالين عملا يبيع بلالين الاطفال بس شكله مجهد مرهق مريض وشكله انسان محتاج عايز بيع الحاجات اللي عنده اي طريقة اقرب وقت علشان يرجع البيت يستلقي شكله انسان مريض محتاج عناية طبية ام الشخص الكريم قرر ان يصنع معه هذا السلوك الذي سترونه وفي الاخر يقول له الكلمة اللي هي جوهر ما اريد الوصول اليه شوفوا معنا الفيديو وركزوا على الكلمة الاخيرة اللي هيختم بها الكلام تعالوا نشوف هذا المشهد مع بعض شوف هذا الرجال في هذا العمر ويبيع نفاخ الشاب صاحب المساعدة بيشرح الموقفة هو بيقولك شوف الراجل ده بيبيع النفاخات والبلالين هيقرب من شوف دواعي الخير اللي ببتتحرك في القلب ها هذا نش كم واحدة بيسألوا انت عندك كم واحدة هاي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش اتناعش انا كله نريت انزلني حاجي هاي بيقوله عايزهم كلهم حاشتريهم كلهم مني هاي وزح المجانة للاطفال ها ديهم للاطفال افرح الاولاد بيه اوزعهم على الاطفال هاي اخذ شم واحدة دا مكتوب يا اخواننا صفحة بغداد ولهجة المتكلم عراقية كما سمع للهجة اشقاءنا في العراق المشهد اشترى منه البلالين ايوة الله هي يا اخواننا الكلمة اللي بيقوله في الاخر هذه الخمسة وعشرين اللي انت طلبتها في كل البلالين بتاعتك وتفضل وروح ارتاح كتر خيرك على كده ارجع البيت علشان تلتقط انفاسك لو عندك علاج عايز تاخده لو مرهق ومش قادر توقف استلقي شوية وريح وهات يا سيدو كل البلالين اللي انت حتبيعها طوال اليوم واخد التمن والمتكلم الكريم في بغداد بيقوله وانا حوزعها على الاطفال فكده جبر الخاطر جبر الخاطر مرتين انه اراحل عمنا الحج الكريم من انه يفضل واقف طول النهار عشان يبيع ويعالم حيبيعهم كلهم ولا يرجع بيهم في اخر النهار جبر خاطره وادالوا كل الفلوس اللي كان منتظرها وقال له سيبك من الارجع ارتاح تفضل وفي نفس الوقت حياخد البلدين 12-13 بلونة حيعمل لهم ايه يوزع على الاطفال مجانا فيدخل الفرح على قلب طفل فجبر خاطر الطفل بانه اداله بلونة كده هدية وجبر خاطر البائع بانه اشترى منه كل الشروة بتاعت النهار ده وفي الاخر يقوله هذه الكلمة الجميلة شوفوا اسمعوا يا جماعة الراجل مش عارف يقوله ايه مش عارف يقوله ايه ايه الشعور اللي في قلب هذا الانسان وهاي خمسة عشرين شوفوا ادي ادي يا جماعة معنى جبر الخاطر في اكمل صورة في ابها صورة تحية للشقيق الكريم في ارض السلام وارض العروب بغداد وتحية للحق البائع الكريم نقوله انت فؤرصنا وان احنا نشيلك كلنا فؤرصنا وان احنا لو نملك ان احنا نسعى اليك الى بغداد ونتشرف بجبر الخاطر ده يبقى شرف لنا وزاد نلقى الله تعالى به يا كل السادة الكرام جبر الخاطر ماهوش صعب جبر الخاطر بس انك انت تنظر الى الانسان بعين التقدير تتقرب الى الله بادخال لحظة جبر خاطر على انسان والله جل جلاله جبار القلوب ومن جبر العباد جبره رب العباد ايه اللي بيحرك كل هذه المعاني طاقة من الحب تحركت في نفس الانسان المشتري الكريم تجاه هذا البائع فالحب الذي يصطع الحياة الحب الذي يحرك الى اشرف الاخلاق الذي يعلم الانسان ان يجبر خاطر اخاه الانسان ترجمة نانسي قنقر